أحاقكم مشاهدين كمان اللي خبرنا الثاني من المملكة العربية السعودية التي تدين بشدة حادثة حرق المصحف في السويد وزارة الخارجية استدعت أمس سفيرة السويد في الرياض وأبلغتها برفضها القاطع قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد ستوكولم المركزي بعيد بعد عفوا عيد الأضحى واستنكرت الخارجية السعودية الموقف بشدة مطالبة الحكومة السويدية بوقف كافة الأعمال اللي بتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبدأ التطرف وكمان تقود الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب وبين الدول الخليلة